الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين نعرض حنشوف متشابهات سورة الألعام مع نفسها أول متشابه عندنا وقالوا لولا عندي آيتين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي طبعا الفعل الأولاني أنزل والفعل الثاني نزل الألف قبل النون طبعا ولكن هنقول إيه أنزل هنا فيها همزة صح كده يبقى الكلمة التانية مش هتيجي فيها همزة هتيجي ملك وهنا ما فهاش همزة هتيجي الكلمة التانية فيها همزة وهي آية هذه طريقة فلما أنزل الملك أنزل بإيه؟ نزل بآية يبقى لما أنزل الملك نزل بآية يبقى كده إحنا خلصنا وقالوا لولا أنزل عليه ملك وبعد كده آية الآية التانية كتب على نفسه الرحمة وكتب ربكم على نفسه الرحمة نشوف كده الآيات قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لما ذكر رفز الجلالة قال هنا كتب على نفسه الرحمة ما ذكرهاش تاني هنا بقى وإذا جاءك الذين يؤونوا بآياتنا فقل سلام عليكم ما فيش هنا لفز الجلالة كتب ربكم على نفسه الرحمة وحنعمل لها برضه بعلامة عليكم فيها كاف ومين ربكم فيها كاف ومين يبقى لله نفسه وهنا عليكم ربكم طيب حنشوف استفحة اللي بعدها وهو القاهر فوق عباده جات مرتين في سورة الأنعام وهو الحكيم الخبير ويرسل عليكم حفظة هنحفظها ازاي هنقول الحكيم أرسل الحفظة الحكيم أرسل الحفظة هنا ومن أظلم مما افترى على الله كذبا برضه جاي مرتين في سورة الأنعام ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أضلهم من أفترع الله كذب أو قال وحي إلي يبقى اللي كذب بالآيات كذب وقال إيه قال وحي إلي كذب وقال وحي إلي ويوم نحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا دائما نطلق بطل هي نون ولا هل هي ياء طب وحيجي بعدها إيه شوفي هنا احنا قلنا هنا نون يبقى اللي حيجي بعدها نون وهنا ياء يبقى اللي حيجي بعدها ياء ويوم نحشرهم ثم نقول ويوم يحشرهم يا معشر الجن يبقى النون جد قبل الياء هنا النون معها نون ثم نقول والياء معها يا معشر الجن إلا أنفسهم وما يشعرون إلا بأنفسهم وما يشعرون كاتف موضعين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون هنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون طبعا لما بزيد حرف داف الوضع المتأخر دايما يبقى الوضع الأخير بزيد الصيغة بحرف الباء ولو ترى إذ وقفوا على عندي ابته مرتين على النار ولا على ربهم حنقن وقفوا على النار قبل أن يقفوا أمام ربهم يعني الإنسان شاف النار قبل ما يقف أمام ربه هنا قد خسر الذين جات مرتين كذبوا بلقاء الله وقد خسر الذين قتلوا أولادهم حنقول كذبوا وقتلوا كذبوا وقتلوا لما كذبوا بلقاء ربنا عملوا إيه؟ عملوا كل حال غلط قتلوا أولادهم والذين كذبوا بآياتنا جات مرتين في سلطة الأنعام صم وبكم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب صم وبكم يعني أصموا عن سماع الحق وما تكلموش عن الحق أيضا فبالتالي في الآخر حيحصل لهم إيه؟ يمسهم العذاب يعني الأولى لازم يعطلوا أصلا الحواس عشان يحصل لهم بعد كده مست العذاب قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله جات مرتين في سلطة الأنعام قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعونا أغير الله تدعونا إن كنتم صادقين التانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة طب حنميز بنها زايم هنقول أتتكم الساعة بغتة أتتكم الساعة بغتة يبقى مين اللي قتل أول استعجت الأول بس قتلنا إيه بغتة انظر كيف نصرف الآيات عندي جاية مرتين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون التانية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون هنا قل هو القادر حرف القاء جاي معها الفقه يفقهون القدرة محتاجة فقه القدرة محتاجة فقه وهنا طبعا أخذ الله سمعكم وأبصاركم فهنا حرف الصاد يبقى يصدفون بصر صدف بصر صدف هنقول صدف ففقه صدف ففقه وكذلك نفصل الآيات وكذلك نصرف الآيات وكذلك نفصل وكذلك نصرف الأولى فصله فلما فصل استبان لما فصل الشيء استبان ولما صرف الشيء قال ولما صرف طبعا عندي حين حرف الفاء هتيجي معها حرف القاف ولما صرف قال ولما فصل استبان إن ربك حكيم عليم جاي مرتين برضو في سورة الأنعام مع حجة سيدنا إبراهيم عليه السلام يوم الحشر حجة إبراهيم يوم الحشر يعني وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي هتيجي معها إن ربك حكيم عليم لما ربنا سبحانه وتعالى عطل سيدنا إبراهيم الحج على قومي لأنه هو صاحب الحكمة وصاحب العلم وبالتركيد ويوم ما نحشر من جميعا يا معشر الجن قد استكسرته من الإنت وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا وبالغنا أجلا الذي أجلت لنا قال لنا ربنا عملهم العقاب ده لي لأن ربنا سبحانه وتعالى حكيم بيعرف إم سبحانه وتعالى يعاقب الإنس ويعاقب الجن وعليم باللي هم عملهم جاي الحكمة والعلم ما حجة إبراهيم عليه السلام يوم الحشر أولئك الذين يطرأ أولئك الذين آتيناهم الكتاب ولأولئك الذين هدى الله من حتي الأول طبعا حرف الأمزة بيجي أبل حرف اله إبا آتيناهم الهدى أو آتيناهم الكتاب الذي دلهم على الهدى آتيناهم الكتاب الذي دلهم على الهدى وهذا كتاب أنزلناه مبارك جاي مرتين برضو مصدق الذي بين يدي ولا فاتبعوا لما صدقوا اتبعوا لما صدقوا اتبعوا قد فصلنا الآيات لقوم هل يطرى لقوم يعلمون ولا لقوم يفقهون ولا لقوم يذكرون هناخدها بالجملة اعلم وتفقه لعلك تتذكر اعلم وتفقه لعلك تتذكر او لما تعلم فقه ولما فقه تذكر طب خليلي شوفها كده بي المعين لما الإنسان يبسط للنجوم النجوم دي محتاجة علمه معين عشان تعرفي النجوم حركات النجوم يبقى لقوم يعلمون هنا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع كلمة القاف هنا يبقى يفقهون يجيب معا القاف وطبعا حتة الإنسان عشان يعرف أصل نشأة الإنسان وإزاي ربنا سبحانه وتعالى قدرة إعجاز خلق الإنسان محتاجة فقه محتاجة نوع من أنواع التعلم بدرجة من يعني التبحث والتبحر في العلم وهذا سراط ربك مستقيمة طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لك السراط بتاعها عشان من أجل أن أنت تتذكر من أجل أن أنت دايما تبقى عارف أن لك طريق واحد بس تمشي علي يبقى احنا خدناها بطرقتين للفهم بإذن الله هنا مشتبهة وغير متشابه متشابهة وغير متشابه مع المشتبه لما حاجة اشتبه عليكي قال له انظر انظر حتفق لكن مع المتشابه المتشابه قال له كل يبقى مع المشتبه قال له إيه انظر لكن مع المتشابه قال له كل هنا بقى وكذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا في كل قرية ناخدها كده في الترتيب ان احنا جعلنا النبي لكل قرية جعلنا النبي لكل قرية ناخد الصفحة اللي بعدها إن ربكم هو أعلم ما يضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين وانا عندي هنا برضو إن ربك هو أعلم بالمعتدين يبقى اهتدى قبل أن اهتدي قبل أن تعتدي اهتدي قبل أن تعتدي وطبعا هنا الضلال عكسه إيه الهداية الضلال عكسه إيه الهداية يبقى أكيد طبعا لازم تيجي مهتدين هنا وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وربنا فصل لكم إلا حرمتم ربنا حرم عليكم إيه إنتم ليه آآ ما بتكلوش اللي ذكر اسمه ربنا عليه وربنا فصل لكم إيه الحرام إلا ما اضطررتم إليه وطبعا كثيرا اللي يدلون بأهوان بغير علم إن ربك هو أعلم طبعا اللي هو بيدل بغير علم هو بيعتدي بيعتدي فطبعا بتي بالمعتدي هنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذب ولا فمن أظلم ممن كذب بآيات الله حنقول افترى فكذب افترى فكذب طيب الافترى هنا ليه ومن الإبل الاثنين ومن البقر الاثنين كل آذ ذكريني حرم من الأنثين أم ما اجتملت عليه الأرحام والأنثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذب اللي يظل الناس غير العالم هنا ربنا سبحانه وتعالى يعني بين الحلال والحرام اللي حقول غير كذب يفترى على الله الكذب هنا أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه ده طبعا إيه هنا قالوا فمن أظلم ممن كذب بآيات الله ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه فقد جاءكم بيناتهم من ربكم أنتوا قال لكم حاجات واضحة من ربكم وهدى هو رحمة اللي حيكذب بقى بآيات ربنا ويصدف عنها ربنا حيجزيسه العذاب يبقى عشان نخدها بالمعنى ونخدها بالعلامة افترى وكذبا ذلك موسطاكم به لعلكم تعقلون ولا لعلكم تذكرون ولا لعلكم تتقون حنول اعقل وتذكر لكي تتقي اعقل وتذكر لكي تتقي طب تعالى نشوفها كده قل تعالى وقتلوا ما حرى ربكم عليكم ألا تشركوا بيه شيئا هل الإنسان اللي بيشرب ربنا إنسان عائل بالطبع لا هل الإنسان اللي بيقضي لأولاده إنسان عائل بالطبع لا هل الإنسان اللي بيعمل كل المحرمات دي عائل ويقتل النفس اللي تحرمه بالتالي يبقى أنها كلها تعقلون في الآية الثانية التسكير بحقوق الغير زي إيه أكل مال يتيم الوفاء بالكيل الاستقامة كل ده بيحتاج لإيه بيحتاج لي سوري إحنا قلنا مال يتيم وأيضا الوفاء بالكيل كل ده محتاج إيه محتاج تذكر اللي هي الحقوق لكن استراطة المستقيم الاستقامة محتاجة إيه محتاجة تقوى عشان الإنسان يمشي على استراطة المستقيم طول حياتي محتاج يكون تقيه هنا بقى بإذن الله المرة الجاية هنخش على متشبهات صورة الأنعام ومع ما قبلها من الصور سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ربي وأتوب إلي أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين أمنوا عمروا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ترجمة نانسي قنقر